فهجيلك على المباراة دي ونتكلم عنها تفصيلا بس لسه هتكلم معك يعني هتكلم أنا على المباراة دي بعد شوية بس حال إسماعيلي بالنسبة لمجالس الإدارات واللجنة التعاقدات واللجنة الفنية الحراكة قلت عليهم كلما تتحملهم المسؤولية الكاملة أنا هسأل نفسي سؤال هم مش كل الموجودين في اللجان ورئاسة النادي دول أولاد الإسماعيلي اللي بيحبوا الإسماعيلي لا مش كلهم يعني مش كلهم ممكن رئيس نادي يجيب حد على مزاجه مثلا يعني اللجنة التعاقدات المرة اللي فاتت ولا اللجنة الفنية ما كانش ناس اللعبة تكوره أصلا وبتجيب لعيفة لجنة التعاقدات لا آه زي مين لا من الغير أسامل يعني أسماء معلنة أصد لا لا مش أسماء الناس ما تعرفهمش يعني الجمال ما تعرفهمش آه طبعا في لجنة التعاقدات كده هوت يعني النادي الإسماعيلي معلش برضه مش مش لو مش ماشي بالعدل يعني مش ماشي بالكفاءات ماشي مش بأهل الخبرات بأهل المصالح النادي الإسماعيلي برضه دخل فيه السماصرة يعني النادي الإسماعيلي برضه السماصرة اللي اللي مدرب بيجيبه اللي بيجيب اللعيم وده اللي وصلنا دلوقت اللي احنا بنسرع للهبوط بالأمانة بكل أمانة طيب أنا همشي معك واحدة واحدة أنا بس أكيد فيه أخطاء وفيه كوارث طبعا طبعا اللي وصلنا لمرحلة دي في الإسماعيلي إنه أكيد فيه كوارث فيه اتخاذ القرارات يعني طبعا سواء في ضم لعبين أو أجهزة فنية وخلافه ما بحمدش طبعا بشخص يعني شخص بعينه ولكن هي النتيجة اللي بتخليناها نقول كده طبعا بس مين مش عايز مصلحة الإسماعيلي للناس اللي بره الإسماعيلي بيبقوا عايزين مصلحة الإسماعيلي نحن عاديين دلوقتي عشان بنحب كرة الإسماعيلي هو في النهاية الإسماعيلي عشان أبقى أمين يعني يبقى أو يهبط من الدوري زي وزي كل الفرق على مستوى الكورة لكي نحن يصعب علينا الإسماعيلي التاريخي الإسماعيلي لمليان نجوم ما ينفعش الإسماعيلي والله كلما لا ناصل في النهاية بينافس فرق أخرى والفرق الأخرى من حقها تبقى ده طبيعة وكل عاوز يكسب لكن النادي الإسماعيلي عمره ممر بالمستوى دوت ودي نتائج سنين اللي فاتت أيوة أنا بسأل حضرتك مين مش عايز مصلحة الإسماعيلي مين أنا تباولك حاجة أنا ممكن دلوقتي أخد كرارات غلط بس بأخدها وأنا بحب الإسماعيلي يعني أنا تصورت أن الكرار ده الصح بس يطلع غلط بس وأنا بحب الإسماعيلي لو أنا مسؤول يوبا الناس تجيب الكفاءات اللي تمسك النادي الإسماعيلي يعني الكفاءات يعني إحنا في حفل تجارب باللعيبة وأجهزة ولجنات وكل حاجة نادي الإسماعيلي نقف بس على رجلنا ونشوف هنعمل إيه يعني يتقى ربنا سبحانه وتعالى في النادي الإسماعيلي اللي يمسك النادي الإسماعيلي يتقى في ربنا سبحانه وتعالى الناس في إسماعيلية زي ما قلت لحضرتك بتموت اشتركوا في القناة